إذا المنتخب جزائري ربما وضع هذا الخصوم يعني كما نقوله دارهم في كرشو كما نقوله بالدريجة دينا يعني ما أعطاهم بشي الاعتبار ما أعطاهم بشي قيبة وبالتالي تم لسعه من قبل هذه المنتخبات بداية المورة الأولى من سيراليوني حيث كان المنتخب عاجز على أنه يوصل المرمى بالرغم من الفرص العديدة التي أوتيحت له ودى تساهل أو لتماطل كتدخل في خانة الاستغفاف بالخص لأن لما تهدر هذا الكم من الفرص تقول أن هذه الفرصة سأسجل ولكن تبين بأن نفس داريوز تكرر في المباراة الثانية أمام غينية الاستيواء أنا نقول كما ذكرت منتعب نمشي بحث في الأعمار للاعبين بلحي 35 سنة إسلام سليماني 33 سنة الماندي 30 سنة البليلي 30 سنة رياسين إبراهيمي 32 بنجاح 30 يعني محرز 30 سنة يعني لاعبين لربما كما ذكر سيومير الحرس القديم والمنتخب الجزائري احتفدكت الاحتياد أنا نقول أنه ما عندوش قطع غيار أنه يقدر يقحمها يعني لاعبين خصوصا على المستوى الهجومي ما عندوش لاعبين اللي ربما يقدروا يحملوا على الكاهل ديالهم مسؤولية يعني قيادة المنتخب الجزائري والصفعة كانت في اللقاء الكوردي فوليش منه منتخب منهار متفكك يعني ما رجعش المنفسة حتى العشرين دقيقة لأخيرة وكاننا محدود أنه يخرج فقط بهذه بديل ثلاثة إصابات لواحدة لأن الفرص كانت عديدة وعديدة جدا للمنتخب الإفواري التضاج یعنيم وبقائPs حاليا أثوالا جمعة